الأنيميا يعني الأنيميا اللي عند ولدتها دي عرض خطير وخاصاتها بقفل يامون يعني أنا النهاردة كدكتور هي السيدة الفاضلة دي عاملة شريحة مصمار وحصل التهاب ولازم يعملوا أنسي الالتهاب ده في حد ذاته ممكن يكون أحد أسباب الأنيميا لكن لما يجيلي مريض 6 جرام ونزل لـ 4 جرام 6 جرام دي يعني 50% من الهيموجلوبين مش موجود أنا بقى هو كل اهتمامهم أنا هعمل للعملية والله التخدير ما بيخضرش اللي فوق العشرة بس حافظ مش فاهم مش ينقذ الحالة المفروض أن يقول لها أنا المشكلة مش في التخدير دلوقتي المشكلة أن أنت ننقذ نعرف سبب الأنيميا دي وإزاي نزلت مرة واحدة كده في وقت قليل الأنيميا اللي بتحصل بهذا الشكل بتبقى غالباً أنيميا نزفية يعني بتنزف من مكان ما في الجهاز العظمي بتعمل على الأقل أنا أدي دم وأعمل منظار على المعدة لأن الاحتمال الوارد في دماغي مريضة وعندها مشاكل في العظم بتاخد مسكنات المسكنات دي عمل لها أرح في المعدة والإثن عشر بتنزف داخلي فالعملية مش عملية إن أنا همي أرفع الهيموجلوبين وبس علشان أعمل عملية وخلاص يلا باتي في الشارع لازم أعرف المريضة دي ورها إيه إن ممكن يطلع وراء القصة بتاعة الأنيميا دي مشكلة أكبر بكتير من اللي هي بتعلمينها نعم